ماراثون الوصول لسدة رئاسة مجلس النواب يعيد رسم شكل حوارات البيت السني تحرك يحاكي نمط البيت الكردي الساعي أيضا لتوحيد موقفه والفوز بأعلى المكاسب التقارب السني المعلن لم يمنع ترشيح شخصيات سنية جديدة فائزة في انتخابات تشرين تتنافس فيما بينها لكسب تأييد الفائز بالكتلة الأكبر نيابيا سيكون هناك اجتماع وسيتم ترشيح عدد من الشخصيات لرئاسة البرلمان وفي حالة الموافقة على أحد هذه الشخصيات من قبل القوى السياسية الشيعية سيتم ترشيحه بشكل رسمي هذا التنافس السني الممتد داخل البيتين الشيعي والكردي قد يطيح بهيكل تحالفات سنة العراق بصورتها الحالية إذا ما استطاع أحد أطرافه كسب نواب مستقلين جدد من حيث المنطق والعدد سيد محمد الحلبوسي له الغالبة العددية ولكن بالسياسة قد تكون الغالبة هي ليست المعيار الوحيد لأن تكون في مناصب معينة هناك مصالح وهناك توزيعات مستقبلية بوصلة مكاسب التحالفات السنية رغم حراك قادتها غير واضحة الاحتدام المتصاعد بين التحالفات الشيعية زاد الأمر تعقيدا في انتظار غالبة واحد من طرفي معادلة الأغلبية والتوافقية حزم الشرع العراقية الإخبارية بغداد